نعى التجمع اليمني للإصلاح في العاصمة المؤقتة عدن رئيس هيئة الشورى وشخصية الاجتماعية والرمز التربوي سالم محمد عبدالله مغلس الذي وافته ألمانية اليوم الثلاثاء بعد معاناة مع وباء كورونا وقال إصلاح عدن في بيان النعي إننا ونحن ننعي أحد القادة الكبار نستشعر عظم الفراغ الذي سيخلفه برحيله لكن عزاءنا في المسيرة الحافلة التي خلفها الراحل لتبقى منارة للأجيال القادمة بحب الوطن والتفاني في خدمته وأكد بيان النعي إنه وبوفاة الأستاذ المغلس فقدت العاصمة المؤقتة عدن أحد أبنائها النجباء وشخصية اجتماعية نبيلة